كان يا مكان حكايتنا من قلب الزمان عن فلاح السلطان نعمان الساطر صفروان وزي ما بيحصل في كل البلدان كل فلاح شقيان ليل ونهار شغل يهبت من الأبدان فجأة وصلت الفاس لحاجة مكتش على الفاطر ولا في الحسن منتعب وسبها وراح ينام لما رجع لللي وراه عينه ما صدقتش اللي شايفاه بدل الفاس بقوا مينة فاس وقال لنفسه ده سحر ولا اي ناس والحال بقى غير الحال وحياته بقى اتولى في الخيال لكنه ما نسيش اهل وناسه ما دخلش عليهم بأي مان لما عرف النعمان بحكاية الفلاح اللي كان غلبان هتف وصرخ بصوت كرع يا حراس اذهبوا في الحال هتولي قرار الفلاح فلا شيء عندي يبقى سداح ملاح ولما بقت بالإيديه أصابوا الجشع وزغلل التعينيه وافتكر انه هيملك الشرق والغرب ومن لحسه في الجارة تقلب ومن يوميها يا ولدان اختفى النعمان وصدر فرمان في الحال بعزل جرة شهروان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة